انطلقت في عمان فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2022 بدورته الحادية والعشرين بمشاركة عربية ودولية واسعة تمثل 22 دولة و400 دار نشر من ضمنها مؤسسة البصائر للدراسات والنشر التي تهتم بالشأن العراقي وصناعة الكتاب العربي دابت مؤسسة البصائر للدراسات والنشر على المشاركة في المعارض العربية والدولية ومنها معرض عمان الدولي للكتاب والاسيما في هذه الدورة المتميزة بمساحتها ومكانها والدور المشاركة فيها حيث بلغت عدد الدور 400 دار تأتي مشاركة مؤسسة البصائر هذا العام متميزة عن بقية الأعوام بباقة منوعة جميلة جديدة من الكتب التي استطاعت البصائر أن تخرجها إلى القارئ العراقي والقارئ العربي منها الكتب في علوم القرآن وكتب أيضا الفقه وأصوله وأيضا الكتب التحقيقية والتوثيقية وكذلك الكتب التاريخية فالمجموعة التي نشارك فيها هذا العام هي مجموعة متنوعة تصلح أن تكون نواة لمكتبة عراقية مثقفة تضمن المعرض إقامة ندوات فكرية وثقافية ليمثل منصة ثقافية عربية ومحطة لقاء مع جميع أطراف صناعة النش في العالم العربي من العادة نحن كدار دجلة نشارك في كل المعارض العربية معرض عمان الدوري للكتاب هو أحد الواجهات الأساسية للحالة الثقافية التي تمتع بها الدار نحن نشارك كل عام في هذا المعرض لدينا مجموعة من الإصدارات الخاصة الثقافية التي تهتم بالشأن الوطني بشكل عام وبالشأن الثقافي معظم ناشرين وكتابنا هم أساتذة عراقيين مما أخذتهم الغربة خارج نطاق الوطن اللي أقدر أعتبره هو سليم مؤسسة جدي كانت طبعاً نحن من الأردن هنا هي أول مؤسسة تعليمية تربوية تعنى بتعريف الأطفال بفلسطين بالقدس بقضيتهم فيه كثير ألعاب تعليمية تربوية في قصص الأطفال فيه أي شيء ممكن يحبب الأطفال ويخليهم مرتبطين بهذه القضية يعني الحمد لله أخذنا زاوية من معرض الكتاب هنا يعني الحمد لله هذه مشاركتنا الثانية في معرض الكتاب وكانت مشاركة جداً رائعة الحمد لله في السنة الماضية ونتمنى كمان هذه السنة تكون بنفس الفاعلية بإذن الله يذكر أن معرض عمان الدولي للكتاب يقام سنوياً بالتعاون بين اتحاد الناشرين الأردنيين ووزارة الثقافة الأردنية وأمانة عمان الكبرى ويعد الحدث الثقافي الأبرز ضمن عشرات المعارض المخصصة في هذا الشأن